السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تحية طيبة أبنائي الطلاب درس اليوم رح يكون النسب المثلثية للصف الثالث المتوسط الفصف الدراسي الثالث نبدأ بحل تمارين فقرة تأكل أوجد النسب المثلثية الثلاث للزوايا أو للزاوية ألف في كل مما يأتي فقط سوف نقوم بإيجاد النسب المثلثية الثلاث التي هي الجا والجتة والضاء نبدأ بالسؤال الأول هذه هي الزاوية ألف نبدأ أولا بالجا ألجة عبارة تمثل جيب الزاوية ألف تمثل المقابل على الوتر المقابل طبعا لا يكون مقابل للزاوية بهذا الشكل الوتر هو المقابل للزاوية القائمة هذا هو الوتر فبيكون عندي الناتج ثلاثة على خمسة هذا بالنسبة إلى ألجة الجتة الجتة ألف تمثل المجاور المجاور طبعا غير الوتر المجاور على الوتر المجاور هذا المجاور إلى الألف هذا المجاور لأن الخمسة لا تمثل المجاور لماذا؟ لأنها مقابلة للزاوية القائمة فهذا بالنسبة إلى الألف هذا هو المجاور على الوتر إذن بيكون عندي أربعة على خمسة الض ضل الزاوية ألف طبعا الزاوية ألف بيكون المقابل على المجاور يعني كم بيكون؟ ثلاثة على أربعة بالنسبة إلى الألف المقابل التي تقابل الزاوية ألف هي الثلاثة على المجاور أربعة بدون الوتر إذن بيكون كم؟ ثلاثة على أربعة هذا بالنسبة إلى السؤال الأول ننتقل الآن إلى السؤال الثاني طبعا لدينا الزاوية ألف هذه هي الزاوية ألف هذا طبعا الخمسة المقابل هذا بيكون الوتر هذا بيكون المجاور بالنسبة إلى ألف الألف إذن نقول له نبدأ ب جاء ألف المقابل على الوتر المقابل كم؟ خمسة الوتر ثلاثة الجتة جتة ألف المجاور على الوتر اتناعش على كم؟ على ثلاثة اتناعش على ثلاثة ظل الزاوية ألف المقابل على المجاور خمسة على كم؟ خمسة على أطمائش هذا بالنسبة إلى سؤال اثنين ننتقل الآن إلى سؤال ثلاثة أيضا نوجد هذه هي الزاوية ألف هذا يمثل المقابل وهذا بيكون المجاور وهذا بيكون الوتر المقابل للزاوية القائمة نبدأ ب جا ألف المقابل للزاوية ألف ستة وثلاثين على الوتر خمسة وثمانين الجتة جتة ألف المجاور على الوتر سبعة وسبعين على خمسة وثمانين ظل الزاوية ألف المقابل على المجاور ستة وثلاثين على سبعة وسبعين ستة وثلاثين على سبعة وسبعين هذا بالنسبة إلى الأسئلة من واحد إلى ثلاثة ننتقل الآن إلى المجموعة التالية استعمل الحاسبة لإيجاد قيمة كل نسبة مثلثية فيما يأتي مقرب إلى أقرب جزء من عشرة أو من عشرة آلاف يعني أربعة أعداد بعد الفاصلة في كل مما يأتي نبدأ ب جا سبعة وثلاثين جا سبعة وثلاثين طبعا عن طريق الآلة الحاسبة بهذه الخطوات نقول لي طبعا الجا على الآلة الحاسبة نضغط ساين ثم نضع الرقم سبعة وثلاثين ثم نضغط إشارة ماذا المساوى هنا طبعا بيطلع لي الناتج نضغط على هذا الزر أولا ساين ثم الرقم سبعة وثلاثين ثم نضغط يساوي بعد ذلك طبعا بيطلع لي الرقم راح ناخد أربعة أعداد بعد الفاصلة بيكون الناتج لهذه القيمة هي ماذا ستة آلاف وثمانطعش من عشر آلاف هذا سؤال أربعة سؤال خمسة الجتة بيكون كوزاين كوزاين ثم نضغط الرقم ثلاثة وعشرين ثم نضغط اليساوي اليساوي طبعا هذا بالنسبة إلى سؤال خمسة بعد ما نضغط اليساوي عن طريق الآل حاسمة ناخد أربعة أعداد بعد الفاصلة بيكون عندي الناتج تسع آلاف ومائتين وخمسة بهذه الطريقة يطلع عندك سؤال ستة ضل الزاوية أرباطعش ضاء أرباطعش هنا طبعا بيكون تان نضغط على هذا الزر التان ثم نضغط أرباطعش ثم نضغط المساواة طبعا بيطلع عندي ظل الزاوية أرباطعش ألفين بهذا الشكل ألفين بيطلع عندي بالآلة الحاسبة ألفين وأربعمائة وثلاثة وتسعين مقربا ناتج إلى أقرب عشرة آلاف من مئة سؤال سبعة سؤال سبعة عندي جتة ثنين وثمانين اللي جتة مثل ما قلنا كوز عاي ثم نضغط ثنين وثمانين ثم نضغط اليساوي بعد ما نضغط اليساوي طبعا بيطلع عندي القيمة ألف وثلاثمائة واثنين وتسعين من عشرة آلاف هذا بالنسبة إلى هذه الأسئلة من أربعة إلى سبعة ننتقل الآن إلى المجموعة التالية حل كل مثلث قائم الزاوية فيما يأتي مقربا طول كل ضلع إلى أقرب جزء نستفيد من النسب المثلثية طبعا المطلوب هو إيجاد عناصر المثلث الغير موجودة أولا عندي مثلث زاوية قائمة تسعين هذه الزاوية قياسها أربعة وعشرين كيف نوجد قياس الزاوية فا؟ نقول لي قياس الزاوية فا يساوي مئة وثمانين مئة وثمانين ناقص مجموعة الزاويتين أربعة وعشرين زائد تسعين ثم نقول لي يساوي مئة وثمانين ناقص أربعة وعشرين زائد تسعين يعطيني مئة وارباطعش مئة وارباطعش وبالتالي فإن قياس الزاوية فيساوي ستة وستين درجة ثم بعد ذلك نقوم بإيجاد طول الضلع فاها هذا فاها غير موجود كيف نوجده؟ هذا بالنسبة إلى الزاوية أربعة وعشرين نقدر نجيبه عن طريق الزاوية أربعة وعشرين بيكون المقابل على الوتر المقابل على الوتر هو الج ج ج أربعة وعشرين يساوي المقابل أربعة عشر على ماذا؟ على الوتر الوتر هذا غير موجود له فا ها فإحنا راح أبدل عملية الضرب عملية أبدل بين هذه الج والفا ها فبصير عندي فا ها يساوي أربعة عشر على ج أربعة وعشرين هنا طبعاً نقوم بإيجاد الج أربعة وعشرين عن طريق له الساين أربعة وعشرين ساين أربعة وعشرين ونضع الناتج في وين في المقام ثم بعد ذلك نقوم بقسمة أربعة عشر على ناتج الساين أربعة وعشرين بيكون عندي طول هذا طبعاً مقرباً كل ضلع إلى أقرب جزء من عشرة إذا كان في فواصل قربة إلى أقرب جزء من عشرة ناخد عدد واحد بعد الفاصلة فهذه قيمة رح يطلع عندي أربعة وثلاثين فاصلة أربعة تقريباً عفواً ما في درجة لأن هذا طول بدون الدرجة هذا أربعة وثلاثين طول طبعاً غير محدد وحدة الطول ولهذا رح نكتبه فقط أربعة وثلاثين فاصلة أربعة تقريباً الآن باقي عندي قياس دالها هذا أيضاً دالها غير موجود هذا الضلة كيف نوجد هذا الضل بإمكاني أقول لي طبعاً عن طريق الض المقابل على المجاور إلى الأربعة وعشرين نقول لي ض أربعة وعشرين المقابل أربعة عشر على هذا المجهول دال ها ثم نبدل دالها مع ضل الزاوية أربعة وعشرين فنقول لي دالها يساوي أربعة عشر على ضا أربعة وعشرين بعد ذلك نقول لي طبعاً يساوي نجيب ظل الزاوية ظل الزاوية تان تان أربعة وعشرين ونشوف كم يساوي نضعها في المقام ثم نقوم بقسمة أربعة عشر على ناتج قسمة ضا أربعة وعشرين بيكون الناتج يطلع عندي واحد وثلاثين فاصلة أربعة تقريباً طول هذا الضلع دالها إذن دالها واحد وثلاثين فاصلة أربعة وعندي الوتر اللي هو بيكون فاءها أربعة وثلاثين فاصل أربعة وعندي فاء دال أربعة عشر شوف نلاحظ أن الوتر هو الأطول هذا هو الوتر هذا هو الوتر أطول ظل في المثلث القائم الزاوية هذا بالنسبة إلى سؤال ثمانية ننتقل الآن إلى سؤال تسعة بنفس الطريقة سؤال تسعة سنبدأ أولا بإيجاد قياس الزاوية قاف الزاوية قاف تساوي 180 ناقص مجموع الزاويتين ثلاثين زائد تسعين نقول له يساوي 180 ناقص ثلاثين زائد تسعين 120 نقول له الناتج يساوي ستين درجة هذا بالنسبة إلى قياس الزاوية قاف بعد ذلك نقوم بإيجاد المقابل والوتر بالنسبة للزاوية ثلاثين هذا الزاوية ثلاثين نجيب له المقابل على المجاور هنا بيكون بالضاء ونقدر نجيبها إذا كنا منجيب اللي هو قاف با قاف با طبعا لازم واش نقول له طبعا المجاور على وين على الوتر فهنا لازم نجيب الجتة الجتة ثلاثين الجتة ثلاثين المجاور له خمسة على الوتر الوتر هو وين قاف با ثم نقوم بإبدال الجتة ثلاثين بقاف با نبدلهم عملية الضرب عملية إبدالية فيصير عندي قاف با يساوي جتة ثلاثين طلحها بالآل الحاسبة على كم عفوا فوق خمسة عفوا هنا بيكون خمسة والجتة ثلاثين فوين في الأسفل ثم نقوم بقسمة خمسة قسمة جتة ثلاثين الجتة عبارة عن كوزاين ثلاثين بالآلة ونضع ليساوي ونطلع وين الناتج ثم بعد ذلك نقسم خمسة على جتة ثلاثين يعطيني الناتج خمسة فاصلة ثمانية إذن طول قاف باقي خمسة فاصلة ثمانية هذا خمسة فاصلة ثمانية باقي عندي إيجاد المقابل المقابل على المجاور نجيبه بوين بالضاء الضاء ثلاثين يساوي المقابل هذا هو المقابل على المجاور هذا المجاور المقابل نقول له قاف را على كم على خمسة ثم نقوم بضرب الخمسة فوين مباشرة في هذه القيمة فيصير عندي قاف را يساوي خمسة ضرب ض ثلاثين نضع ثلاثين نوجدها بهذه الطريقة نقول له ثلاثين نضغط اليساوي يطلع عندي القيمة القيمة هذه طبعا نضربها في كم؟ في خمسة فاصلة في خمسة خمسة ضرب قيمة ضل الزاوية ثلاثين بيطلع عندي القيمة التقريبية لقاف را 2.9 هذا بالنسبة إلى وهنا عندي قاف با ننتقل الآن إلى سؤال عشرة أيضا سؤال عشرة بنفس الطريقة في البداية نجيب قياس الزاوية و قياس الزاوية و نقول له 180 ونحسب هذه 60 زائد 90 ناقص 60 زائد 90 نقول له يساوي 180 ناقص 60 زائد 90 150 إذن قياس الزاوية و يساوي 30 درجة هذا بالنسبة إلى قياس الزاوية و ثم ننتقل الآن إلى إيجاد الوتر نقدر نقول له الوتر هو عين و كيف نجيبه طبعا الوتر نقول له المقابل على الوتر هذا يكون الج المقابل على وين على الوتر نقول له ج 60 يساوي المقابل مقابل كم تسعة على الوتر عين واو ثم نبدل الآن الج 60 بعين واو نقول له عين واو يساوي 9 على ج 60 ثم نجيب الج 60 ب ساين 60 نطلع الجواب ونضع في المقام ثم نقسم 9 على ناتج ج 60 بيكون الناتج 10.4 أقرب جزء إلى العشرة وأربعة من عشرة عشرة وأربعة من عشرة هذا بالنسبة إلى طول الضلع عين واو إذن عين واو عشرة فاصل أربعة باقي عندي عين سين عين سين طبعا يمثل المجاور على المقابل المجاور على المقابل الض نقول ليا ض 60 يساوي المقابل 9 على عين سين نقوم الآن باستبدال عين سين مكان ض 60 بيكون عندي عين سين يساوي 9 على ض 60 الض 60 عبارة عن 60 ونضغط اليساوي نطلع القيمة ونضح في المقام فبيكون عندي عين سين بعد عملية القسمة 9 قسمة ناتج ض 60 أول نطلع ض 60 كم يساوي نحطها سواء كان بالتقريب أو بعدم التقريب نقرب في الناتج ونقرب من البداية في ض 60 فبيكون ناتج تقريبي 5 2 هذا بالنسبة إلى عين إلى عين سين 5 5 2 تقريبا هذا بالنسبة للأسئلة من 8 إلى 10 ننتقل الآن إلى الأسئلة التالية السؤال الثاني 10 أوجد قياس الزاوية سين لكل مثلث فيما يأتي مقربا إلى أقرب درجة فقط المطلوب قياس الزاوية سين طبعا قياس الزاوية سين عندي المقابل على وين على المجاور هذا المقابل وهذا المجاور المقابل على المجاور هو وين ظل الزاوية إذا نقول إضاء سين يساوي المقابل 8 على 12 طبعا بإمكاني أبسطها بإمكاني أتركها كما هي طبعا كيف نقوم بإيجاد هذه الزاوية سين إحنا طبعا راح نقول ليه طبعا بطريقة سهلة طبعا عن طريق الآلة الحاسبة نقول ليه طبعا نضغط شفت أولا شفت ثم نضغط وين تان التان هنا بيكون مينوس ون يعني مينوس واحد يعني بيكون ثم نضغط تان علشان يعطيني المعكوس إلى وين إلى ظل الزاوية ثم نضغط الرقم نخليه داخل قوس نكتب له ثمانية قسم اطنعش ثم نضغط وين اليساوي هنا بيطلع قيمة سين قياس الزاوية سين هو قال مقرب إلى أقرب درجة يعني بدون الفواصل إذا كان بعد الفاصل العدد خمسة ستة سبعة ثمانية نضيف واحد إذا كان أقل من الخمسة نخليها كما هي هنا بيكون عندي ناتج 34 درجة بالتقريب قياس الزاوية سين في السؤال الثالث عشر هذه عندي الزاوية سين رح نقول المجاور على الوتر المجاور على الوتر جتة نقول جتة سين يساوي المجاور هو كام ستة على خمسة عشر كيف نقوم بإيجاد قيمة السين هنا طبعا رح نضغط أيضا shift نضغط على الزر shift في الآلة الحاسبة ثم نضغط الجتة الجتة عبارة عن كوزاين هذا الزر أول هذا الزر shift ثم كوزاين عشان يطلع عندي سالب ثم بعد ذلك نضع بين قوسين ستة قسم خمستاش ثم نضغط اليساوي أقرب درجة رح تطلع عندي لهذه القيمة هي كام ستة وستين درجة إذن قياس الزاوية سين ستة وستين درجة تقريبا السؤال الرابع عشر هذه هي السين موجود لدينا المقابل على الوتر المقابل على الوتر هي الجا جا سين يساوي المقابل ثلاث عشر على أربعة وعشرين هذه طبعا أيضا بنفس الطريقة بالآل حاسبة نضغط على الزر الأول شفت ثم الجا ساين هذا الزر الأول هذا الثاني ثم بين قوسين نضغط ثلاثة عشر قسم أربعة وعشرين ثم نضع إشارة المساواة ثم يطلع عندي قياس الزاوية بعدما نضغط اليساوي أقرب درجة هي كم ثلاثة وثلاثين درجة هذا بالنسبة إلى الأسئلة من 12 إلى 14 طبعا إحنا فوتنا سؤال 11 صار في خطأ فنهاية إن شاء الله الفيديو راح أحل سؤال كم 11 إن شاء الله ننتقل الآن إلى السؤال الخامس عشر أوجد قيم النسب المثلثية الثلاث للزاوية يعني الجا والجتة والضغط نبدأ أولا بالزاوية وينقال لي ألف الزاوية عفو أنباء هذه هي الزاوية فهذا بالنسبة للمقابل وهذا طبعا الثمانية المجاور وهذا مثل ما قلنا واش يكون هذا ألف جيم نقول عننا المقابل وهذا بيكون الوتر وهنا بيكون هذا المجاور نبدأ الآن بإيجاد طبعا قيم النسب المثلثية للزاوية با قبل لأن نوجد الزاوية با نقوم أولا بإيجاد طول الضل ألف ألف جيم عن طريق نظرية وين في ثاغورس ألف جيم ألف جيم مباشرة نضع تحت الجدر الوتر الوتر 17 تربيع ناقص 8 تربيع الضلع القائم الثاني بهذا الشكل نقول لا يساوي 17 ضرب 17 ناقص 8 أس 2 هنا بيكون عندي الناتج الكل الكامل بعد عملية الضرب 17 ضرب 17 20 89 ناقص 8 أس 2 8 ضرب 8 64 هنا طبعا 200 89 ناقص 64 يساوي 225 طبعا تحت الجدر جدر ألف جيم ألف جيم يساوي جدر 225 يساوي كم 15 إذن المقابل كم يساوي 15 الآن من السهل إيجاد النسب المثلثية نقول الجا جا با هذه هي البا المقابل على الوتر 15 على 17 إذن بيكون عندي الأول 15 على 17 ثم نجيب الجتة جتة با المجاور على وين على الوتر 8 على 17 ثم ضل الزاوية با المجاور على الوتر 8 على 17 بيكون بيكون عندي ض عفوا المقابل على وين على المجاور يعني 15 على كم 15 على 8 هذا بالنسبة إلى النسب المثلثية الثلاث ننتقل الآن إلى السؤال السادس عشر أيضا السؤال السادس عشر نلاحظ أن الوتر غير موجود ألف دال سؤال 16 الوتر غير موجود كيف نوجد الوتر نقول ألف با نقوم بجمع مربعي الضلعين الآخرين 5 تربيع زائد 12 تربيع يساوي 5 في 5 25 12 ضرب 12 144 يساوي 144 زائد 25 169 إذن قل ألف با جدر 169 ماذا يساوي يساوي العدد 13 لأن 13 ضرب 13 يساوي 169 إذن الوتر كم 13 نوجد الآن جاء با هذه هي البا المقابل لها المقابل على الوتر 5 على 13 5 على 13 ثم عندي الجتاب الجتاب المجاور 12 على الوتر يعني 12 على 13 12 على 13 ثم ضل الزاوية با نقول المقابل 5 على المجاور 5 على 12 5 على 12 هذا بالنسبة إلى الأسئلة من 15 إلى 16 ننتقل الآن إلى السؤال السابع عشر بنفس الطريقة السؤال السابع عشر عندي هذا الضل أحد الأضلاع القائمة مجهول نقول له ألف جيم يساوي ناخد الوتر الوتر هو 16 تربيع ناقص هنا بيكون ناقص الوتر ناقص الضلع إلى آخر أربعة تربيع بهذا الشكل نقول له يساوي 16 ضرب 16 يساوي 256 ناقص 64 ناقص كم 16 256 56 ناقص 16 يعطيني هذا طبعا ليس من الجدور المربعة طبعا بإمكاني أخلي أربعة ضرب 60 علشان بسطة أربعة ضرب 60 طبعا هذا أيضا يطلع عندي بعد أربعة 60 نقدر نخلي أربعة ضرب أربعة ضرب 15 بهذا الشكل هذا طبعا إذا ضربناه يطلع 244 أربعة في خمسطعش ستين وهذه عندي ستين في أربعة مئتين وأربعين فهنا طبعا نطلع جدر الأربعة ثنين وجدر هذا الأربعة ثنين بصير اثنين في اثنين كم بصير برا أو إننا نقول له طبعا هنا كم 16 ضرب 15 جدر السطعش كم أربعة إذا نقول له ألف جيم يساوي جدر السطعش أربعة وهنا الجدر الخمسطعش تبقى داخل وين الجدر إذا طولة كم أربعة جدر خمسطعش هذا طول ألف جيم أربعة جدر خمسطعش نبدأ الآن بإيجاد جاء باء هذا هو الباء الباء طبعا المقابل له أربعة جدر خمسطعش على الوتر سطعش أربعة جدر خمسطعش على الوتر كم سطعش ثم نجيب جتابا جتابا المجاور على الوتر أربعة على كم أربعة على سطعش نبسطها واحد على أربعة ثم ضل الزاوية باء نقول له ظل الزاوية باء المقابل على المجاور يعني أربعة جدر خمسطعش على وين على الأربعة الأربعة تروحي إلى الأربعة يبقى عندي جدر كم خمسطعش إذا نظل الزاوية باء جدر خمسطعش هذا بالنسبة إلى سؤال سبعطعش ننتقل الآن إلى المجموعة التالية استعمل الحاسبة لإيجاد كل قيمة أو كل قيمة نسبة مثلثية فيما يأتي مقربا إلى أقرب جزء من عشر آلاف نبدأ بالسؤال الثامن عشر سؤال الثامن عشر ضاء اثنين كيفية إيجاد بالخطوات سؤال الثامن عشر أولا نضغط تان نضغط تان تان ثم نضغط الرقم بالثنين ثم نضغط اليساوي طبعا طريق الآل الحاسبة كل هذا الكلام ناخد أربعة أرقام بعد الفاصلة بيطلع عندي صفر فاصلة صفر ثلاثمية ثلاثمية وتسعة وأربعين طبعا أنا كاتبنهم بالعربي الأرقام تطلع عندك بالآل الحاسبة باللغة الإنجليزية السؤال التاسع عشر عندي الجاء الجاء ساين نضغط الرقم تسعة وثمانين ثم نضغط اليساوي بيطلع عندي الناتج يساوي تسعة آلاف تسعة آلاف وتسعمية وثمانية وتسعين من عشر آلاف في هذا الشكل سؤال عشرين سؤال عشرين عند الجتة الجتة كوزاين نكتب الرقم أربعة واربعين ثم نضغط إشارة المساواة بيكون عنده الناتج سبعة آلاف ومئة وثلاثة وتسعين بالآلة الحاسبة سؤال واحد وعشرين سؤال واحد وعشرين ضاء خمسة واربعين تان خمسة واربعين ثم نضغط اليساوي بيطلع عنده الناتج واحد ما في أي تقريب سؤال اثنين وعشرين جاء ثلاثة وسبعين نقول لي ساين ثلاثة وسبعين نضع المساواة جاء ثلاثة وسبعين تسع آلاف تسع آلاف وخمسمائة وثلاثة وستين سؤال ثلاثة وعشرين عندي جتة تسعين جتة كوزاين تسعين يساوي الجتة تسعين تساوي صفر سؤال أربعة وعشرين أربعة وعشرين عندي جاء ثلاثين ساين ثلاثين ثم نضغط المساواة ساين ثلاثين يعطيني نص نص أو تنكتب بهذه الطريقة صفر فاصلة خمسة سؤال خمسة وعشرين ضاء ستين هنا بيكون تان نضغط على هذا الزر تان ثم ستين ثم نضغط إشارة المساواة تطلع عند الناتج واحد فاصلة سبعة آلاف وثلاثمائة وواحد وعشرين هذا بالنسبة لهذه المجموعة من التماري ننتقل الآن إلى المجموعة التالية حل كل مثلث قائم فيما يأتي مقربا طول كل ظل إلى أقرب جزء من عشرة نبدأ أولا بسؤال ستة وعشرين لدينا الزاوية أولا كم عين تسعين وعندي سبعة واربعين أولا نقوم بإيجاد قياس الزاوية صاد تساوي 180 ناقص مجموع الزاويتين 90 زائد 47 يساوي 90 زائد 47 137 180 ناقص 137 43 درجة هذا بالنسبة لهذه الزاوية ثم بعد ذلك نقوم بإيجاد طول الضلع صاد سين صاد سين طبعا يمثل الوتر هذا يمثل الوتر المقابل على الوتر الجا نقول له جا 47 المقابل 16 على الوتر صاد سين ثم بعد ذلك نقلب نبدل الصاد سين مع جا 47 نقول له صاد سين يساوي 16 على جا 47 نجيب جا 47 له سين 47 نضغط اليساوي نجيبها بالتقريب ثم نضحها في المقاب ثم بعد ذلك نقوم بقسمة بقسمة 16 على ناتج سين 47 بيعطيني القيمة 21 فاصلة 9 إذن طول الضلع سين صاد 21 فاصلة 9 هذا بالنسبة إلى طول هذا الضلع سين صاد اللي هو الوتر 21 فاصلة 9 باقي عندي طول الضلع سين عين سين عين طبعا يمثل بالنسبة للزاوية 47 المجاور على المقابل المجاور على المقابل هو بظل الزاوية إذن نقول له ظل الزاوية 47 المقابل 16 على المجاور المجاور طبعا إحنا كم طلعنا عفوا على عين سين غير موجود على عين سين المجاور غير موجود نبدل الآن المجاور بظاوية 47 نقول له عين سين يساوي وننزل مكانه عملية الضربة بدالية ضاوية 47 وفوك كم 16 الضاوية طبعا نجيبها بتان 47 نضغط اليساوي ونطلع القيمة بالتقريب ونضحها في المقابل ثم بعد ذلك نقوم بقسمة 16 على ناتج ظل الزاوية 47 بيكون الناتج يطلع عندي 14.9 هذا إذن 14.9 الوتر هو أطول الأضلاع 21.9 هذا بالنسبة إلى سؤال 26 ننتقل الآن إلى سؤال 27 سؤال 27 أولا نقوم بإيجاد قياس الزاوية جيم نقول له طبعا 180 ناقص 90 زائد 68 60 يساوي ناقص 90 زائد 68 يطلع عندي 158 يساوي الناتج هنا طبعا بيكون عندي 180 ناقص 158 يساوي 22 درجة بعد ذلك نقوم بإيجاد المجاور بالنسبة إلى الجيم المقابل والمجاور عفوا بالنسبة للزاوية لأم هذا الزاوية لأم هذا طبعا هو المقابل على الوتر المقابل على الوتر هو الجا نقول له الجا 68 يساوي المقابل اللي هو كاف على جيم على الوتر الوتر كم يساوي 9 بهذا الشكل طبعا نقوم الآن بضرب التسعة هذا نضربه فيه في هذا فنقول له كاف جيم يساوي 9 ضرب جا 68 نقوم بإيجاد الجا 68 60 بالضغط على الزر ساين 68 نضغط المساوى ونطلع الناتج ونضربه فيه وين ضرب تسعة هنا طبعا بيكون عندي الناتج لهذه القيمة 8.3 إذن كاف جيم 8.3 عدى بالنسبة إلى كاف جيم إذن 8.3 باقي عندي كاف لام كاف لام بالنسبة إلى الزاوية 68 المجاور على الوتر المجاور على الوتر يكون بوين بالجتة نقول له جتة 68 المجاور اللي هو كاف لام على الوتر كام 9 بنفس الطريقة سوف نقوم نقول له كاف لام يساوي 9 ضرب جتة 68 الجتة 68 قل له كوزاين 68 ثم نطلع الناتج ونضرب ضرب 9 هنا بيكون عندي كاف لام يساوي بعد عملية الضرب الكاملة 3.4 إذن هذا بيكون 3.4 والوتر 9 وهو أطول الأطلع هذا بالنسبة إلى سؤال 27 ننتقل الآن إلى سؤال 28 نقوم أولا بإيجاد قياس الزاوية را قياس الزاوية را يساوي 180 ناقص 90 زائد 14 إذن نقول له 180 ناقص 90 زائد 14 104 إذن بيكون عندي هنا قياس الزاوية 6 70 درجة هذا بالنسبة لقياس الزاوية را بعد ذلك نقوم بإيجاد المقابل على المجاور المقابل على المجاور الض نقول له ض 14 المقابل هو را ب على الوتر 7 نقوم بضرب 7 في ظل الزاوية 14 إذن نقول له را ب يساوي 7 ضرب ض 14 الض 14 نوجدها 24 ثم نضغط اليساوي الناتج الذي يطلع نضربه في 7 يكون الناتج را ب الكامل يساوي 1.7 سبعه باقي را 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 جيم بجتا 14 نقول له را جيم يساوي 7 على جتا 14 نطلع جتا 14 كوزاين 14 يساوي قسمة ناتجة 14 14 يساوي يطلع عندي 7.2 هذا بالنسبة إلى الأسئلة 26 27 28 ننتقل الآن إلى السؤال 29 سلم كهرباء يبلغ طول السلم الكهرباء في أحد الأسواق الكبيرة 35 مترا في أحد الأسواق الكبيرة 35 مترا طوله طبعا هذا المقصود في الوتر هذا 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 هو 35 وقياس الزاوية التي يكونها مع الأرض 29 درجة هذه 29 أو جد ارتفاع السلم ارتفاع السلم هو الهاء هذا الهاء طبعا ماذا تعني تعني المقابل على الوتر المقابل على الوتر هو ماذا الجا إذن نقول جا 29 المقابل هذا هو الهاء على الوين على الوتر الوتر كام 35 نقوم بضرب نقول له الهاء تساوي نضرب هذا في هذا مباشرة نقول له 35 ضرب جا 29 طبعا عن طريق الحاسبة نقول له طبعا في البداية أول حاجة الأفضل نقول له ساي 29 ونضغط يساوي الناتج الذي يطلع نضربه في كم في 35 ثم نضغط أيضا وين يساوي مرة أخرى لإيجاد الناتج النهاي طبعا قال لي أوجد ارتفاع السلم طبعا الارتفاع التقريبي هو تقريبا 16.8 هنا بيكون الارتفاع التقريبي 17 متر تقريبا هنا قربنا إلى أقرب وين متر 17 هذا بالنسبة إلى سؤال 29 ننتقل الآن إلى المجموعة التالية أوجد قياس الزاوية جيم لكل مثلث قائم الزاوية فيما يأتي مقربا إلى أقرب درجة أي زاوية الزاوية جيم طبعا الزاوية جيم في الأول هذه هي الزاوية جيم عندي المقابل على المجاور المقابل على المجاور الضا نقول لي ضا جيم يساوي المقابل على الوتر 6 على 10 هنا كيف نجيبها طبعا بالآلة الحاسبة نقول لي قبل نقول لي ماذا shift ثم نضغط ثم نفتح قوس 6 قسم 10 ثم نضغط اليساوي طبعا هنا بطلع لي قيمة الجيم بعد ما نضغط اليساوي قياس الزاوية جيم يساوي تقريبا 31 درجة أقرب درجة بدون فواصل طبعا طلحها سؤال 31 أوجد قياس الزاوية جيم هذه عندي المجاور على الوتر المجاور على الوتر جته إذا نقول لي جته جيم يساوي المجاور 5 على 16 كيف نوجد هذه نقول أيضا shift كوزاين ونفتح قوس خمسة قسمة 16 ثم نضغط وين اليساوي يطلع عندي القيمة إذن قيمة الجيم قياس الزاوية جيم السؤال 31 بعد ما نضغط وهو shift كوزاين خمسة قسمة 16 بين قوسين نخليه علشان نطلع لي الجواب بشكل صحيح خليه بين قوسي عشان نعرف إن هذا كسر فبيطلع عندي أقرب درجة هي كم 72 درجة الزاوية جيم في هذا الشكل طبعا عندي المجاور على الوتر الوتر أيضا المجاور على الوتر جت إذن نقول جت جيم المجاور هو 11 الوتر 17 بالأعلى الحاسبة shift كوزاين كوزاين عندي ثم نكتب العدد بين قوسين 11 قسمة 17 ثم نضغط وين اليوسعون هنا طبعا بيطلع عندي قياس الزاوية جيم بعد هذه الخطوات له shift توزاين 11 قسمة 17 بيطلع عندي أقرب درجة هي كم 50 درجة هذا بالنسبة إلى الأسئلة من 30 إلى 32 ننتقل الآن إلى سؤال 33 يصل ارتفاع عبراج وقف الملك عبد العزيز المطلة على المسجد الحرام إلى 400 متر نفترض أن هذا هو البرج هذا هو الارتفاع طبعا يصل إلى كم 400 عشان يكون واضح ينظر عمار إلى أعلى الأبراج بزاوية 55 بزاوية 55 فما بعد عمار عن قاعدة يبغى هذا البعد كم هذا البعد اللي بيكون عن الأبراج هذه هي القاعدة هذا القاعدة وهذا الارتفاع الارتفاع حق الأبراج 400 عمار طبعا بيكون واقف في هذا المكان كم البعد يبغى هذا البعد كم يساوي هنا طبعا قال لي يكون زاوية هذه الزاوية كم 55 هنا طبعا بيكون هذه زاوية ماذا زاوية قائمة هنا طبعا بيكون إذا كانت هذه الزاوية 55 اللي يرى منها عمار إلى هذا الارتفاع فمنقول المقابل على المجاور المقابل على المجاور وش يعطينا المقابل على المجاور الض الض إذا نقول ض 55 يساوي 400 على وين على البعد البعد طبعا البعد نرمز إليه بالرمز مثلا وليكن ف مسافة يعني مسافة بين عمار هنا عمار هذا هو عمار فرح أبدل المسافة بضاء 55 نبدل هذول الاثنين عملية الضرب إبدالية نقول المسافة تساوي 400 على وين على ضاء 55 بالآلة الحاسبة أولا نقوم بإيجاد التان نقول لها تان 55 يساوي الناتج اللي يطفع نضعه فوين في المقام ثم نكتب 400 قسم ناتج ض 55 تقريبا بالأمتار بدون الفواصل تقريبا كم يطلع عندي قيمة الفا نقول فا تساوي تقريبا 280 هنا طبعا الارتفاع بالمتر إذن هذا البعد أيضا بيكون بالمتر إذن بعد عمار عن قاعدة الأبراج 280 متر تقريبا نكتب لأ تقريبا شاء الله أحد يقول طبعا طلعت بالفواصل إحنا قربناها إلى أقرب وين متر هذا بالنسبة إلى سؤال 33 ننتقل لسؤال 34 نقرأ السؤال غابة يقدر حارس غابة ارتفاع شجرة بنحو 50 متر إذن ارتفاع هذه الشجرة 50 فإذا كان الحارس يقف على بعد 30 متر من قاعدة الشجرة يعني هذه كم 30 هنا وجود ماذا الحارس بهذا الشكل فعندي هذه الزاوية طبعا تكون ماذا قائم وعندي طبعا بهذا الشكل اسؤال فما مقياس الزاوية التي يشكلها مع قمة الشجرة هذه يعني وهذه الزاوية كام نقول لتكون هذه الزاوية مع نرمز لها أي زاوية ولا تكون سين ماذا تساوي الزاوية هذه السين اللي هو اللواقف عندها الحارس ينظر إلى الشجرة نقول المقابل على المجاور خمسين على ثلاثين كيف نوجدها هذه بالآلة الحاسبة هنا طبعا راح نقول له هو يبغى قياس الزاوية السين كم تساوي فلازم هنا طبعا ما قال لي ضع سين ثلاثين خمسين على ثلاثين يبغى كم تساوي هذه الزاوية هنا لازم نرجع إلى ونقول shift shift هذا الزر ثم نضغط tan ثم نكتب هذا الرقم خمسين قسم ثلاثين ثم نضغط اليساوي يطلع للناتج الناتج التقريبي لهذه الزاوية قياس الزاوية سين التقريبي تسعة وخمسين درجة تقريبا هو طبعا يطلع ثمانية وخمسين وجزء من هذه الزاوية احنا طبعا قربناها إلى أقرب زاوية إذن مقياس هذه الزاوية تسعة وخمسين تقريبا هذا بالنسبة إلى سؤال أربعة وثلاثين ننتقل الآن إلى الأسئلة التالية في السؤالين خمسة وثلاثين ستة وثلاثين افترض أن الزاوية ألف زاوية حادة في المثلث القائم ألف باء جيم ثم أوجد جاء ألف ضاء ألف إذا كانت الجتة ألف ثلاثة على أربعة هنا طبعا نفترض أن هذا هو المثلث وليكن المثلث وقال لي قائم الزاوية وعطاني أن الزاوية ألف نفترض أن هذه هي الزاوية ألف حاني يكون واضح الزاوية جتة الجتة عبارة عن وين الجتة قال لي ثلاثة على أربعة الجتة تمثل المجاور على الوتر يعني هذه بتكون ثلاثة المجاور على الوتر كم أربعة هذا بيكون المقابل يعني هنا المطلوب ماذا المقابل هذا غير موجود نقول المقابل يساوي تحت الجدر الناخذ اللي هو الأربعة تربيع له الوتر ناقص الضلع الآخر القائم ثلاثة تربيع يساوي هنا بيكون عندي أربعة أس ثنين ستة عشر ناقص كم تسعة يساوي جدر سبعة جدر سبعة من الجدور الصماء إذا المقابل كم هذا بيكون جدر سبعة قال لي أوجد جاء ألف جاء ألف تساوي هذه عندي المقابل على الوتر يعني جدر سبعة على كم على أربعة بقي جدر سبعة مقابل على المجاور جدر سبعة على ثلاثة والجاء بيكون المقابل على الوتار هذا بالنسبة إلى سؤال 35 سؤال 36 بنفس الطريقة عندي الجا الجا تمثل ماذا تمثل الجا هذا واش نقول عنها ما يحتاج نرسم الجا المقابل على الوتار هذا مقابل وهذا وين الوتار هو أطول الأطلع فباقي عندي المجاور نقول لا المجاور يساوي ناخذ الوتر 7 تربيع ناقص 2 تربيع طبعا لو كان المطلوب الوتر نجمع لداخل الجدر لكن إذا كان المطلوب المجاور أو المقابل ناخذ الوتر مربع الوتر ناقص الضلع القائم الآخر هنا بيكون يساوي 7 تربيع 49 ناقص 4 بيكون هنا يعطيني جدر كم؟ 45 إذن هنا بيكون عندي جدر 45 نقول له يساوي جدر 45 جدر 45 نقدر نقول له 9 ضرب 5 ليش 9 ضرب 5 عشان نتسع لها جدر كم جدر التسعة؟ 3 طلعناها بر الجدر بقى داخل كم؟ 5 إذن ثلاثة جدر 5 المطلوب أوجد ضاء ألف ضاء ألف ماذا تساوي؟ المقابل على المجاور كم من المقابل 2؟ 2 على المجاور هذا اللي تساوي جدر 5 هذا اللي تساوي جدر 5 ثلاثة جدر 5 نضربه في المرافق في جدر 5 وهذا جدر 5 2 جدر 5 وهذا طبعاً جدر 5 في جدر 5 كم؟ 5 5 ضرب 3 كم؟ 15 إذن بيكون عندي الناتج 2 جدر 5 على كم؟ على 15 باقي عندي وين؟ جتة ألف جتة ألف الجتة المجاور على الوتر المجاور كم؟ 3 جدر 5 على الوتر كم يساوي الوتر؟ 7 هذه هي القيمة هذا بالنسبة إلى وين؟ الجتة وهذا بالنسبة إلى ضل الزاوية ألف ننتقل الآن إلى الأسئلة التالية طبعاً بالنسبة إلى هذه الأسئلة طبعاً تحتاج إلى شغل كبير بس كيف هذه فكرتها؟ طبعاً إحنا بإمكاننا نحل بشكل سريع أولاً المثلث الأول خلنا في هذا المثلث الأول ما هو المطلوب؟ سوف تكتشف في هذه المسألة العلاقة بين دوال الجيب ودوال جيب التمام يعني الجي والجتة في البداية يبغى فقط الجي والجتة ما يبغى الضاء نبدأ بجي ألف هذه هي جي ألف وجتة ألف الجي ألف نقول لي طبعاً الجي ألف هي كم؟ المقابل على الوتر الجي المقابل على الوتر يعني أربع على كم؟ على خمسة أربع على خمسة ثم الجتة ألف هذه هي نحن نتكلم عن هذه المجاور على الوتر ثلاثة على خمسة بهذا الشكل ثم قال لي الجي هادي هادي الأولى تربيع واش بيعطيني تربيع؟ الربع الأربع أربع في أربع كم؟ ستة عش والخمسة تربيع خمسة وعشرين الجتة نفس الطريقة ثلاثة في ثلاثة تسعة وهنا طبعاً خمسة في خمسة قال لي يجمحهم يا بعض يعني هذا المقدار مع هذا المقدار المقامات موحدة خمسة وعشرين خمسة وعشرين يبقى المقام كما هو ستة عش زائد تسعة كم؟ 25 على 25 يساوي كام؟ 1 نفس الطريقة الآن جاء جيم نجيب بالنسبة لهذه الزاوية المقابل على الوتر الجاء المقابل على الوتر 3 على 5 3 على 5 الجتة المجاور على الوتر 4 على 5 بالعكس يعني انعكسوا فهذه بيصير 9 على 25 وهذه بيصير 16 على 25 وهنا بيكون إذا جمعناهم 1 هذا المقدار مع هذا المقدار ننتقل للمثلث الثاني هذا المثلث جاها هذه هي الزاوية الجاء المقابل على الوتر 12 على 13 ثم ناخذ الجتة المجاور على الوتر 5 على 13 ثم الرب على 12 ضرب 12 144 على 169 13 13 13 ثم ناخذ 5 5 25 169 إذا جمعنا إذا جمعنا 144 زايد 25 169 على 169 يساوي كم واحد جاء لام بالنسبة لهذه الزاوية الجاء المقابل على الوتر نعكسهم 5 على 13 وهذه بيكون 12 على كم 13 وهنا بيكون عندي 25 على 169 وهنا بيكون 144 على 169 الناتج هنا بيكون كم أيضا بعد عملية الجمع للمربعين كم واحد ننتقل للمثلث الثالث نفس الطريقة جاه سين هذا هو السين المقابل هو 9 والوتر 41 9 على 41 وهنا طبعا بيكون عندي المجاور على الوتر 40 على 41 وهنا طبعا الربع التسعة مع ال41 بالتربيع نشوفه بيكون 81 على 1600 تقريبا 81 تقريبا وهنا بيكون عندي 40 400 40 ضرب 40 بيصير عندي 1681 إذن بيكون عندي هنا بيكون 1600 على كم على 41 هنا 41 طبعا تربيع بيطلع عندي 1681 على 1681 يساوي كم واحد لأن هنا هذه التسعة عبارة عن 81 زايد 1600 فبيكون عندي 1681 على 1600 يساوي كم واحد ننتقل للزاوية هذه هي الزا المقابل 40 على 41 وبيكون عندي الجتة المجاور 9 على 41 وهنا بيطلع عندي 40 ضرب 40 1600 على 1681 وهنا بيكون 9 تربيع 81 على 1681 بيكون هنا الناتج كم واحد إذن هو عنده سؤال في الأخير سألني شوف جميع هذه النواتج الجمع الج والجتة دوال الجيب ودوال جيب تمام لزاوية 1 في مثلث قائم مجموع مربعي يعني وش نقول له هذه العلاقة العلاقة نقول له جت تربيع سين زائد جاء تربيع سين يساوي لنفس هذه الزاوية كم يساوي واحد هذه هي العلاقة هذا بالنسبة إلى سؤال 37 ننتقل الآن إلى سؤال 38 إذا نزلت غواصة مسافة ثلاثة أميال قطرية طبعا نزلت بالشكل القطري بهذا الشكل كم ثلاثة ميل بالزاوية مقدار هو عشرة مع قاع المحيط هذه الزاوية كم عشرة وهنا قاع المحيط نفترض أن هذا قاع المحيط نزلت بشكل وين قطري إذن هذه الزاوية مقدارها كم عشرة درجة فكم يصبح بعدها عن سطح الماء يعني هذه الغواصة إذن هنا راح نقول طبعا المقابل على الوتر المقابل هذه هذه المسافة افترض هذه المسافة ف كم هذا المقابل على الوتر الوتر طبعا بيكون الثلاثين هذا النزول المائل هذا هو وتر هنا زاوية كم تسعين يبغى عن سطح الماء كم كان بعدها عن سطح الماء هذه الغواصة نقول جا كم قلنا لجا عشرة المقابل اللي هو الفا رمزنا إليه فا البعد على الوتر كم الوتر ثلاثين نضرب الآن الثلاثين في وين في الجا إذن نقول الفا تساوي ثلاثين ضرب جا عشرة طبعا نقول بالآن لهذه المسافة نصف ميل تقريبا نصف ميل ما يجي حتى واحد ميل إذن بيكون كم نصف الميل ونكتب ليه تقريبا لأننا عملنا على وين على التقريب هذا بالنسبة إلى سؤال ثمانية وثلاثين ننتقل الآن إلى السؤال الحادي عشر طبعا سؤال لحداش أنا ما كتبت طبعا سأقرأ من الكتاب تزلج على الجليد من فقرة تأكد هذا السؤال أنا فقط رسمته بشكل توضيحي في موقع للتزلج على أحد التلال كان ارتفاع التلة الرأسي ألف متر كما هو واضح في المثلث وزاوية ميلها عن مستوى الأرض ثمنطعش قدر طول را الرهنة طبعا يمثل ماذا يمثل الوتر المقابل على الوتر لهذه الزاوية المقابل على الوتر يمثل الجاب الجاب جاب الزاوية نقول لي جاب بهذا الطريقة جاب ثمنطعش المقابل هو ألف على الوتر رأ راح أقوم باستبدال الرأ بجاب الزاوية يكون عندي رأ يساوي ألف على جا ثمنطعش طبعا نقوم أولا بالآلة الحاسبة بإيجاد جا ثمنطعش ليساين ثمنطعش ثم الضغط على المساواة الناتج اللي يطلع نحطه في المقاب ثم نقوم بقسمة ألف على ناتج جا ثمنطعش بيكون الناتج التقريبي لهذا البعد أو هذا الطول اللي راح يتزلج منه هذا الشخص بيكون تقريبا ثلاث آلاف ومائتين وستة ثلاثين فاصلة واحد بالمتر هذا بالنسبة إلى درس النسب المثلثية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر